أرى صارا فيكو أصدقائي في حلقة المتتالية بعد الحلقة اللي حكينا فيها عن تحديد الإجذاب والتنافر بالنسبة للأسياخي طبعا أنا كنت ناسي الحلقة الماضية كنت بدي أحكي عن موضوع اللي هو الأسرار الأسياخي تمام؟ فعشان ما أنسهم مش حطيتهم هون لهو الأول تحديد البوابة الثاني سر فحص الجبال يعني فيه سر عنا اسمه سر فحص الجبال ثلاثة تحديد الموقع بدقة عالية من بعيد طيب خلينا نحط السماعة عشان الصوت يكون واضح طبعا رح نحكي عن الأسرار هاي اللي قاعدين نحكي عنها أو النقاط اللي قاعدين نحكي عنها بشكل تفصيلي ماشي وليش كيف إحنا بنبحث بهالاحترافية هاي وكيف إحنا بنوصل لهالنتيجة هاي ونشتغل هذا الشغل هذا كله بالطريقة اللي انتم بتشوفوها على أرض الميدان أو بالواقع يعني بالفيديوهات احنا بننزلها طبعا استكمال للحلقات رح يكون على قناة قناص الكنوز موجود الرابط بالوصف تقدر تشتروح على الرابط في الوصف وتعمل اشتراك في القناة واستكمال الحلقات هاي ماشي بالشكل اللي انتم شايفينه لانه الفيسبوك رح نوقف انا وحاوقف تحليل للفيسبوك ورح ارجع انزل الاشارات على المجموعة عادي كمنشورات وإلى آخره لكن استكمال للحديث هاي اللي بنتحدثها أو الطرق هاي اللي احنا بنشتغلها رح تكون موجودة على قناة قناص الكنوز الرابط تبحها موجود في الأسفل اي واحد بقدر يدخل على الرابط اللي عنده اشارات بقدر يبعثها على المجموعة برضو الرابط موجود في أسفل الفيديو طبعا الاشارات نحط عن المجموعة ان شاء الله اننا بنحلها مع بعض كلياتنا وبتستفيدوا ان شاء الله طيب رح نحكي عن الخطوة الاولى اللي هي تحديد البوابة بطريقة سريعة جدا وسهلة وبدون تعقيد رح اعطيكوا السر من اسرار تحديد البوابة طبقوا على الميدان جيب اسياخك اسياخ البسيطة هاي واطلع على ارض الميدان طبقوا شوف مغارة مفتوحة بوابتها موجودة وانت عارف البوابة وين مفيش مشكلة وطبق اللي انا هس رح احكي لك اياه على ارض الميدان ولاحظ لاحظ انه الكلام اللي قاعد بحكي لك اياه هسه اذا طبقته على ارض الميدان انت لبتستفيد انت تستفيد لانه ان كانت المغارة مضغوطة ان كانت مفتوحة ان كانت ايش مكانت مسكرة صالها عشر تلاف سنة صالها الف سنة تمام بهالطريقة البسيطة رح توصل للبوابة رح نحكيها النظري لكن رح تكون سهلي جدا حتى انتوا رح تفهموها كأنها عملي يعني كأنه موجود على ارض الواقع او على ارض الميدان رح تفهموها بالطريقة الصحيحة طيب نيجي على اللوح عندي فراغ موجود عندي فراغ الفراغ هذا في بوابة مدفن ان كان او ان كانت مقبرة او ان كانت ايش مكانت ذكرتوني اخط مقطة رابعة اللي هي تحديد موجودات المقبرة من قبور ذكرتوني فيها هاي عشان نشتغلها كمان كل مدفن وكل مقبرة وكل معبد وكل ايش مكان تحت الارض الو مدخل لازم يكون الو مدخل اذا بدنا نشتغل اليوم على المدخل لكن كيف تشتغلها طريقة بسيطة جدا ابسط طريقة ممكن انكم تشتغلوها على ارض الميدان الان بخيط الفراغ زي ما اشتغلنا على كل الفراغات اللي موجودة في الدنيا بخيط الفراغ الفراغ المستطيل الفراغ المستطيل طبعا احنا بنحكي عن عدم عدم وجود ميلان للارض عدم وجود يعني ارض مسطحة عدم وجود ميلان للارض عدم وجود اشارات دالة على المدخل يعني مثل اشارة اللجف مثل سيالات مثل مكان ظاهر للعيان تمام عدم وجود اشارات دالة على المدخل لجف سيالات مكان ظاهر للعيان يعني مكان الحفر مبين او لجف او سيالات او الى اخره مش موجود عندنا اشي ارض منبسطة ما عليها اشي ابني جي المستطيل يساوي رخزوا معاي المستطيل يساوي على سبيل المثال ثلاثة في اربعة يساوي ثلاثة في اربعة يساوي مدفن صغير المستطيل يساوي عشرة في ثمانية يساوي مدفن كبير او معبد مدفن مدفن كبير او معبد تمام طيب المربع يساوي المربع يساوي ثلاثة في ثلاثة او اربعة اربعة او الى اخره المربع الشكل المربع طبعا ما فيش الى اخره ماشي نحط الى اخره ثلاثة اربعة اربعة او خمسة في خمسة يساوي مقبرة والمقبرة تختلف عن المدفن مقبرة عائلية او فردية هذول الاشكال اللي احنا ممكن لاجه الشكل الاخير اللي هو المتعرج يساوي ما يلوش قياس متعرج ممكن يكون اي اشي تمام يساوي اما انه يكون مغار سكنية او مدفن او ملجأ كان في عندهم حروب كان عندهم قصص ولي في الاخير كانوا بحاجة للملاجئ والامور طيب خلصنا هسته بقياسات ايش رح تكون الشكل الاول للتخييط عرفنا انه هذا مدفن مجرد ما خيطناها والله بيّن معانا انه هذا مدفن ممكن يكون مدفن وممكن يكون معبد ولا اخره الشغلات هاي اللي احنا حطيناها تمام الان بعد ما اخيط الفراغ بجيب النقطة هاي شايفينه النقطة هاي والنقطة هاي بوصل بناتهم بخط وبرجع بجيب النقطة هاي بعد التخييط هذا النقطة هاي والنقطة هاي بديهيا انت بسطل عندكو خبرة في الموضوع بسطل عندك عادي انه تشتغلها بكل سهولة بوصل بناتهم بخط بصير فيه عندي نقطة صفر هذا صفر الفراغ صفر الفراغ رح نشتغل على اشي اسمه صفر الفراغ صفر الفراغ اللي هي النقطة ما بين النقاط الاربعة اللي موجودة تمام الان رح امسك الاسياخ في المكان اللي فيه نقطة الصفر نقطة صفر الفراغ مش صفر المعدن هذا احنا نشتغل بسع فراغ ما نشتغل على اشي تاني مشتغل بصفر المعدن رح امسك الاسياخ ب بل وسع نكتب هاي فيهم الفرق ما بين الاسياخ 17 سانتي الى 25 سانتي يعني ما فيه مشكلة انه كان 17 سانتي الى 25 سانتي هاي 25 سانتي يعني هيك 25 سانتي هيك 17 هيك 25 سانتي بس هذا هو الفرق يعني ماشي الان بوقف نقطة الصفر لما انا حطيت الخط هذا وحطيت الخط هذا شوفوا ما رح اروح بالاتجاه هات بزبطش اروح بالاتجاه هات رح اروح بالاتجاه الاول هات الاتجاه الثاني هات الاتجاه الثالث هات الاتجاه الرابع هات ما باجي بالاتجاه هذا لانه هون صعب انه يكون فيه مدخل اصلا يعني منطقيا في المنطقة هاي مفيش مداخل في الزوايا فراح يكون عندي الزوايا خلينا أحطه باللون الأحمر اللي بداي أشتغل عليه الخط الأول الخط الثاني الخط الثالث الخط الرابع ماشي الفرق ما بين الأسياخ 17 إلى 25 سنتي بروح بالاتجاه هذا مثلا عسبين المثال بمسك الأسياخ الآن لما بروح بالاتجاه رح يصير فيه عندي انفراج للأسياخ تمام في حالة وجود البوابة في حالة عدم وجود البوابة تمام رح أظن ماشي رح يأكس معي سيخ واحد اللي هو السيخ الفراغ وضحات يعني رح أمشي بالاتجاه هذا رح يأكس معي السيخ بس تأكيس ما بيسوي إشي وهو السيخ الفراغ واحد رح يأكس يعني السيخ المعدن رح يظله مثل ما هو وضحات المكان هذا نفس العملية المكان هذا نفس العملية لكن في المكان هذا رح يصير فيه عندي انفراج للأسياخ فقط لغير تمام سهلة جدا الآن بعد ما ربعت لها يعني من النظر من النظر أمامك رح تعرف هو نقطة صفر الفراغ وتشتغل عليها بس ما بدنا نشتغل على الفراغ من بره وضحات ما بدنا نشتغل على الفراغ من بره رح نشتغل من من الداخل للخارج ونلاقي البوابة ومن ضمنها رح تكونوا أنتو يعني يعني لو شتغلتوها أصلا على ميلان يعني أرض صخرية مثلا فيها ميلان وفيها إشارة لجل فيها الدنيا كلها رح ترجع تعمل معاكل الأسياخ نفس العملية طب ليش طب ليش طب ليش يا حراني سوت معنا هذه العملية خلنا أقول لكم ليش صحيح خلنا نمحي هاد أقول لكم ليش عملت العملية هاي ونرسم رسمة جديدة تمام فراغ شوف رح أشتغل عليه بالشكل هاد فراغ بوابة فراغ مسكر تمام صفر الفراغ هذا هو صفر الفراغ اللي هو التأكيس من هون لهون من هون لهون وضحت الآن لما أنا وصلت للنقطة هاي شايفين النقطة هاي تلقائيا السيخ هنا ما عنده فراغ سيخ في المكان هاد ما عنده فراغ نهائي يعني هون عنده طمم حجارة صخر إلى آخره يعني النقطة عليها طمم ما عنده فراغ وضحت رح يتجه تلقائيا من هون رح يتجه باتجاه هذا الفراغ ورح يتجه باتجاه هذا الفراغ رح يعمل عنكم انفراج انفراج للأسياخ تلقائيا طعبة حفصتلكوا ياهب بطريقة بسيطة عندي فراغ هون وعندي فراغ هون وفي عندي بوابة تلقائيا نسيخ رح يروح باتجاه الفراغ هذا واتجاه الفراغ هذا ليس أسهل من هيك ولا رح أجي أقولكم من برة اشتغلوها في سيخ واحد مثلا واتجاه السيخ هو الصح ممكن ما يكون اتجاه السيخ صح ممكن ممكن إذا أنا جيتها من برة مثلا جيتها من هون بسيخ واحد اللي هو سيخ الفراغ مثلا بغض النظر ايش هو بنوعه بسيخ الفراغ اتأكس معي هون طب ليش أكست لو وجود صخور متراكمة فوق بعضها بتعمل فراغات صخور متراكمة فوق بعضها رح تعمل عندك فراغ مثل فراغ البوابة عشان صاحبنا اللي عامل القناة ماشي اوكي فحصك كوبي بيست يعامل انت كوبي بيست عن القناة عندنا لكن فحصك في البوابة خطأ يا صديقي فحصك في البوابة خطأ أنا بتابع كثير القنوات كل القنوات بتابع ماشي لكن فحصك في البوابة خطأ يا صديقي لأنه وجود صخور متراكمة بالشكل هاد ملومي مش علاقة في الفراغ رح يعطيك التأكيسة يعني انت ماشي جنب الفراغ انت ماشي جنب الفراغ ومشيت مشيت مشيت رح يأكس معك باتجاه الصخور المتراكمة هاي ممكن ما تكون البوابة ممكن تكون بوابة علوية في الوسط البوابة ممكن تكون هون ماشي زي البزنط الحديث البوابة في الأعلى كلها تبين معك مش كل مغارة لها بوابة ممكن يكون فتحة بير ماشي مش كل مغارة لها بوابة الكثير لها مغر أنا نذهب واله شو باجي بقولهم بيقولهم ننزلوا الاختراق بكل الأحوال ننزلتم من هون ننزلتم من هون ننزلتم من هون ننزلتم من هون وتنازلوا على الفراغ ننزلوا الاختراق مش كل مغارة او مش كل مدفن الو بوابة احنا بنحكي عن البوابة وليش فتحت معنا الاستياخ لما خدنا صفر الفراغ اوكي لو فيه فراغ هون وفراغ هون وهون فيش فراغ لكن في حالة انه البوابة من الاعلى شو بدك تسوي ما رح تبين معك البوابة راح يمشي معك السيخ من هون ويأكس بس على الفراغ ويمشي معك من هون ويأكس على الفراغ ويمشي معك من هون ويأكس على الفراغ ويمشي معك من هون واضحات فهاجي بقول بنزل عليها اخترق لأنه اي اشي من ضمن الفراغ ما ببين يعني بوابة من ضمن الفراغ ما بتبين لا على السياح ولا بتبين على الاجهزة ولا بتبين في اشي من ضمن الفراغ واضحات اي اشي مش من ضمن الفراغ ببين معك خلصنا بالنسبة لفحص اللي هو تحديد البوابة سر من اسرار الاسياخ توصل الى الاحترافية انه بتوقفوا فوق المغارة او فوق المدفن او فوق المكان اللي فحصتوه بكل سهولة ممكن تعرفوا وين البوابة ما فيش تعقيد في الموضوع وعطينا السبب ليش كيف حددنا البوابة وليش تحركت الاسياخ اهم شي احنا في مواضيع السلسلة هاي اللي احنا شغالين عليها انه ليش بتتحرك الاسياخ بالطريقة اللي انتم شايفينها يعني فيه طريقة للتحرك للاسياخ غريبة معجزة تمام طيب تحديد موجودات المقبرة من قبور خلصنا تحديد البوابة تحديد موجودات المقبرة من قبور شو يعني يعني عندي مقبرة في داخلها في داخلها قاطع ابقاطع 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 تذكروا مقبرة اللي صورت على القناة اللي هي جواتها 16 قبر ماشي هذول القواطع طيب وهون في قاطع 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 الى اخرى هون في قاطع هون في قاطع والى اخرى كيف بد اقدر اعرف عدد القبور الموجودة في الداخل ماشي وانا ما فتحتش اشي ولا سويت اشي يعني ما حفرت كيف بدعد اعرف عدد القبور الموجودة في الداخل هذا سر بسيط يا اخوان لما بتفحص الفراغ وبتخيط الفراغ اهم اشي تخيط الفراغ لما بتفحص الفراغ وبتخيط الفراغ فيه شغلة مهمة جدا حركة حركة السيخ من هاي النقطة لهاي النقطة مش من برة ولا من فوق من هاي النقطة لهاي النقطة حركة السيخ رح تكون بسيطة جدا تمام انا هيك بفحص يا اخوان انا لما بطلع ميداني بروح عند الناس ميداني بفحص بهاي الطريقة تمام يعني جبل عندي اه عشرين دنوم ثلاثين دنوم بفحص بثلاث دقائق تمام الان حركة الاسياخ وانتبهوا على حركة السيخ وانت ماشي رح يصير في عندك حركة تموج ويرجع السيخ وانت ماشي يصير عندك تموج يرجع السيخ وانت ماشي يعني وانت ماشي شوي شوي زي هيك رح يصير عندك حركة تموج ورجوع للسيخ بعدين حركة تموج ورجوع للسيخ نيجي بنقول لك انه هنا في قواطع موجودة بقدر اععدهم اول حركة تموج واحد اثنين ثلاث بحطه خطوط بقول لك في واحد اثنين ثلاث اربع قبور هون نفس العملية هون ونفس العملية من هون ومن هون اذا هي حركة بسيطة للأسياخ حركة تموج بسيطة رجوع و يعني اذا انت تحكو لي طب ما هي هاي الحركة تبعت الفراغ لا هاي الحركة من خارج الفراغ في حالة احنا حكيناها في الفيديو الاول انه هالة الفراغ بالشكل المتعرج رح تعطيك نفس الحركة لكن انت لقيت الفراغ وخيطت الفراغ اذا انت بتشتغل جوه الفراغ من داخل هاي النقطة لهاي النقطة مش من هون من هون لهون تمام الحركة نفس التموج اللي صار اول رح يعطيك هيك ويرجع عطيك هيك ويرجع يعطيك هيك ويرجع تقدر تعد كم من قاطع موجود في المقبرة وبك تقدر تبين الامور كاملة وتعرف شو فيه جوه كم من قبر اذا ما يعطيك انه هون نقطة صفر معدن انت بتكون عارف انه هذا القبر الوحيد التكنيزي من بين قبور هاي كلها وضحات ممكن يعطيك في الوسط اذا عطاك في الوسط تعرف انه مقتنيات هذولا كلهم محطوطة في الوسط من ضمن جره جرتين الى اخرين كما تعرف شو فيه جوه الارض تقدر تتوعب على ايش انت نازل تمام خلصنا تحديد موجودات المقبرة من قبور طيب لا اعرف كيف لو كل واحد اضع عقله في رأسه واشتغل لحاله ماشي وما اشتغل في غيره تنجح الامور تستفيدوا انتو طيب سر فحص الجبال عندي جبل هون وعندي جبل هون تمام فيه هنا نهر ما تبرون فيه هنا نهر مش عار فيه نهر خلص فيه مي تمام وانا موجود هون هون في النقطة هاي ماشي وبدأ افحص الجبل هاد والجبل هاد بعيد عني خمسمية من خمسمية الله اعلم لسبعمية متر صعبة امرو ما حد حكى في الموضوع هاد طيب كيف انا عالجبل هون دفحص الجبل هاد وانا بعيد عنه تقريبا كيلو الا كيلو الا تمام الجبل هاد عليه شجر عليه شجر وعليه حجار وعليه صفيات وعليه مش عارف ايش وانا موجود هون وبدأ افحص خمسمية لسبعمية متر شو رايكو انه بقدر افحص الجبل هاد وانا هون كامل وانا هون وبعيد سبعمية متر كيف رح تسألوني كيف بدي اعتبر انه انا مش مش على جبل دقيقة بدي اعتبر انه انا مش على جبل بدي اعتبر انه انا في الوادي ها شلنا الجبل شلنا النهر امش النهر نشيره عشان ما ننبلش بدي اعتبر انه انا في النقطة هاي هيني هون راي ماسك السياخ ماشي بدي افحص الجبل هاد اللي انا بعيد عنه سبعمية متر شو بعمل يا اخوان الفحص الاول الفحص الاول على مدى الفحص الاول على مدى الرؤية الفحص الثاني اعلى الفحص الثالث اعلى الفحص الرابع اعلى بمشط الجبل كله وانا بعيد عنه سبعمية متر شو يعني الحكي هاد خلينا افاهمكم شو شو يعني هاينا جبنا الاسياخ يعني اخوان الفحص الاول اللي اشتغلنا عليه اللي هو نصف الدائرة بشتغل على نصف الدائرة طبعا السرعة اللي هي مطلوبة هاي كان لازم اشرف عنها من الاول السرعة المطلوبة اللي هي زي ما انا هسرح اعد تمام واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة بنهي نصف الدائرة تمام يعني واحد ثلاثة اربعة خمسة انهيت واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة انهيت نعد للخمسة من واحد الى خمسة سرعة المطلوبة، يجب أن يكون هناك سرعة معينة لا يزبط قليلاً 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 تمام؟ والسرعة لن يعطي كل هذه الآن نرجع بنعيد 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 أنهيت الشرعة وضحات؟ تعرفوا بس تعمل هيك وترجع فيها تكون أنت عارف كل من قدامك شو فيه تكون عارف حتى الفراغات الموجودة ماذا هي تمام وضحات؟ طيب شو اللي بشتغله؟ بالبداية الخطوة الأولى الخطوة الأولى اللي هي بس بنزل السيخ للأسفل شوي يعني أنا واقف قدام الجبل بنزل السيخ للأسفل انتباهي على النقطة هاي على السيخ المعدل انتباهي على النقطة هاي يعني أنا بكون أفحاص ماشي وبأطلع على هذا السيخ ومنتباه على الزاوية على طرف السيخ من الأمام ماشي بأجي بأفحاص كمان مرة منتباه عليه الآن المكان اللي مأشر عليه السيخ يعني مأشر على النقاط اللي قدامي هاي هيك كلها ماشي الآن وأنا بتحرك مثلا أسيب المثال سوى انجذاب خلاص بتطلع على المكان اللي سوى فيه انجذاب بقولهم النقطة هاي هناك ورح تتحدوا فيها انتوا رح تتحدوا فيها الأجهزة طيب القطوة الثانية برجع بتطلع مثلا على نفس السيخ بتطلع وبرفع ايدي يعني هيك كانت مثلا للأسفل برفع ايدي شوية وضحات برجع بعمل هيك بأخذ النقطة هاي النقطة هاي هناك ماشي برجع برفع ايدي لفوق بأخذ النقطة ماشي بعديها برجع مش نفس النقطة احنا ما بنحكي عن نفس النقطة يعني انت ممكن الفحص الاول ما فيه نقاط الفحص الثاني لما رفعت شوي ما فيه نقاط الفحص الثالث اخدت هدف وضحات بتعرف وين هو الهدف ببين معك يعني مجرد انت ما ترجعت ايدها كمان مرة وعطاك نفس النبضة بس تطلع على المكان اللي اعطاك فيه النبضة رح تلاقي نقطة في الصفر طيب بظنى ارفع يا اخوان بالفحص بظنى ارفع لحد ما توصل لمرحلة انه بقدرش ارفع السيخ اكثر من هيك اذا برفع اكثر من هيك مال راح وضحات يعني اوارجيكم اياها بالتطبيق العملي شوي هاي الفحص الاول مثلا فحصت هيك الفحص الثاني برفع شوي فحصت هيك الفحص الثالث برفع كمان فحصت هيك ماشي الفحص الرابع برفع بعمل هيك الفحص الخامس وما توقعش تقدروا اكثر من الخمسة تمام برجع نفس العملية بفحص الان النبضة النبضة اللي اعطتك تطرج على مكان النبضة راح تلاقي مثلا على سبيل المثال راح تيجي تقولهم للي عندك موجودين للشباب اللي بتطرجوا عليك راح تيجي تقولهم شايفين هاي الشجرة اللي هون في تحتيها صفاة تمام انت شايفها من هون راح تقولهم في تحتيها صفاة صغيرة حجر عندي الحجر نقطة الصفر لو جابوا 100 جهاز 100 جهاز مع بعض وفحصوها راح يلاقوها صحيحة مليون بالمية وانت كنت واقف هون مكانك بالشارع واقف في الشارع بتفحص الجبل كامل حتى لو كنت فوق جبل ماشي بصير بدل ما انت ترفع الاسياخ تنزل الاسياخ اذا كان هذا الجبل اعلى من المنطقة هاي بصير انت بدل ما ترفع تنزل تمام انت بالنهاية بدك الاشي المقابلك يعني النقطة راح تكون مواجهة الىك مواجهة للسيخ هاي النقطة لا تحت هاي النقطة عندي الشجرة لا هاي النقطة والله جاي عندي الحجر هذاك هاي النقطة كذا ماشي هذا مهم جدا مهم جدا لفحص المناطق الجبلية تقدر تعرف حتى تفاصيل تفاصيل اللي موجوده هون عن طريق الاسياخ يعني عندي والله هدف هدف داخل مغارة الله اكبر شوف تحكي اذا انت بعيد 700 متر كيف بتعرف هدف داخل مغارة وانت واقفون بعيد 700 متر شعرفين 700 متر بعيدة كثير وجوز اكثر ما بعرف انا انت عرفت على 700 متر تقريبا 700 تمام طب انت شو عرفت طب كيف عرفت انه هدف داخل مغارة هاسا بقولكم اوكي 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 اقلبنا هذا المايك جلني طيب اقولكم كيف عرفت انه هدف داخل مغارة وانا هون واقف والهدف على ارتفاع يعني يعني ارتفاعه من هون لو بدي اطلع من هون انا بدي 50 متر وانا طالع لفوق والهدف بعيد عني 700 متر الفحص نفسه الفحص نفسه الحركة اللي اخذت مع الهدف اخذت مع حركة السيخ الثاني يعني اثنين تحركوا مع بعض ارجعي نفس الهدف اللي اشتغلنا عليه اثنين تحركوا مع بعض صار في عندي هدف داخل مغارة هدف داخل مغارة داخل فراغ هدف بدون فراغ لحاله ثابت هات هدف مع فراغ اللي هم حركة الاسيخ الاثنين مع بعض تقدر تعرف وانت واقف هون تقدر تعرف هاي النقطة هدف داخل مغارة ولا هو هدف جرى مش عارف ايش وانت واقف هون هذا سر من اسراء الاسياخ شرحنا لكم يا عملي طيب اخر اشي تحديد المقوع بدقة عالية من بعيد هو نفس الاشي يعني في نفس الفكرة كيف انا بعرف احدد انه موجود عندي الشجرة تحت الحجر هات موجود فيه هدف والله يا اخوان والله لو جابوا الف جهاز الف جهاز وفحصوا عندي الشجرة ليلاقوا هدف نراحة خلينا بس اشغل الاضاءة ثواني اشغل 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 دقيقة اخوان اذا فصل التليفون راحت خلص وقدش الشحن طيب ننهي حلقتنا اخوان حكينا في موضوع الاسياخ حكينا في موضوع الاهداف حكينا في موضوع كيف تقدر تحدد الهدف سر فحص الجبال تحديد الموقع بدقة عالية من بعيد تحديد البوابة وتحديد موجودات القبر من قبور تمام هاي كانت حلقة اليوم نشكر اخوان وان شاء الله على القناة الثانية راح نكمل بعدها الحلقات الجاية على القناة الثانية وراح استفيدوا اكثر واكثر نشكر الجميع على المتابعة وان شاء الله في حلقات جديدة في قصص جديدة راح تنبسط معنا اكثر واكثر تعلموا اكثر واكثر نشكر جميع اخوان اخوان احط لايك وان مش مشترك في قناة اشترك في قناة فاعل الجرس نشكر لكم جميع على المتابعة